في فيديو اليوم هنتكلم عن ثلاث موديلات جديدة تعتبر صورة في مجال عمل وتعديل فيديو بالزكاء الاصطناعي لأنهم ببساطة تقدر عن طريقهم ولأول مرة تعدل على تفاصيل أي فيديو وتغيرها بمجرد كتابة أمر بسيط تماما كما هو الحال في موديل نانو بنانا للصور من جوجل ولكن في هذه الحالة للفيديو والأهم إن الموديلات في مرحلة البيتا وأوبن سورس وفي رأيي الموديلات دي حكون بداية ثورة قادمة من موديلات جديدة متخصصة في تعديل الفيديو بالزكاء الاصطناعي ومرحلة جديدة لعمل منتاج كامل بالزكاء الاصطناعي وفي فيديو اليوم هنجرب التلب موديلات مع بعض مع شرح المميزات والعيوب وفي آخر الفيديو حوريك تجربة عملية لموديل منهم تقدر عن طريق تغير صورتك في الكاميرا بشكل لحظي من غير كلام كتير يلا بينا نخش على الشرح لكن طبعا ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير ركزوا بقى معايا علشان حتنبهروا بهذا الموديل الرأى علشان ندخل على الصفحة الرئيسية للموديل ده ونجربه هنكتب على بحث جوجل دي كارت اي اي وفي نتائج البحث هندخل على بلاتفورم دوت دي كارت دوت اي اي الموديل اسمه لوسي او لوسي ايدت وده شكل الصفحة الرئيسية بتاعتهم الموديل بيعطيك في الخطة المجانية حوالي 2000 كريدت عشان تجرب بهم الموديل ركز معايا علشان ما تضيعهمش على الفاضي ببساطة هذا الموديل ممكن تعتبره نانو بنانا بس للفيديو لو عندك فيديو زي اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة ممكن بمنتهى البساطة اكتب له يعني حول الراجل ده الراجل فضائي فده اللي يحصل زي ما بتعمل في نانو بنانا بالزبط او حول الراجل لدبه قطبي عمل كده وحافظ على نفس تفاصيل الفيديو او ممكن اسيب الراجل زي ما هو وخلي الدنيا فيها تلج زي ما احنا شايفين او ممكن انا خلي الراجل لابس بدلة او توكسيده زي المثال ده نعمل كده ازاي عايزين نجرب ده على فيديو هاب من عندنا ونشوف بعض الامثلة هقف هنا واختار فيديو من على جهازي هقول له upload video ده مثلا فيديو انا كنت عامله بموديل جوجل فيو سري على اليمين خالص هو بيقترح عليك بعض تعديلات زي مثلا تعديل زي ده ان احنا حنحط على كتافه طووس على اليمين وعلى الشمال لكن قبل ما نبدأ عايز اقولك على حاجة مهمة جدا هتوفر معاك في استهلاك الكريدتز عندك هنا اختيارين اختيار اسمه div واختيار اسمه bro div ده بياخد منك 15 كريدت بس للفيديو ولكن ال quality بتبقى اقل ال bro بياخد منك 150 كريدت فانت خليك ماشي باختيار div عشان ياخد منك كريدتز أقل ولما تأجبك النتيجة المبدئية ممكن تعمل نسخة عالية الجودة تعالوا نضغط هنا ونشوف النتيجة مستو كمان ان هو ما بياخدش وقت وزي ما انتو شايفين النتيجة الرائعة اللي قدامنا غير الفيديو ساب الراجل بيتكلم زي ما هو وحط لنا زي طووس او بغبغان واقف على كتفه حاجة فيه منتهى الجمال والروعة طبعا عايز تدولود الفيديو وبتضغط على الزرار ده وخلي بالك ان الموديل ده مش بس بيشتغل على الفيديو لأ كمان ممكن يشتغل على الصور زي ما حقولك بعد شوية بس الاول خليونا نعمل مثال تاني خليونا نرجع لأول نسخة هكتب مثلا make him wearing black suit and sunglasses خليه لابس بدلة سودة ونضارد شمس تعالوا نشوف النتيجة مستو كمان ان هو سريع جدا ودي النتيجة نتيجة رائعة جدا عمل اللي انا طلبته بالزبط خليه لابس بدلة سودة ولكنه تجاهل النضارة بس مش مهم كتبت التعديل بتاع النضارة مرة تانية خلينا شوف هل هيحط النضارة مع البدلة يعني بيقدر يعمل اكثر من تعديل ورا بعض عمل اللي انا طلبته ولكنه عمله على الفيديو الاصلي ولكن بالنسبة لي مش مشكلة لان النتيجة حلوة جدا عايزين نجرب نشوفه بيفهم عربي ولا لا كتبتله شيل التربوش الاحمر هي جملة صعبة شوية ممكن ما يفهمهاش هي دي النتيجة واللي عجبني ان هو فهم الكلام العربي لكن يعني التنفيذ مش احسن حاجة ولكن برضو تعتبر نتيجة جيدة جدا برضو ده اختبار تاني لتغيير الشخصية بالكامل قلتله انا عايزك تغير لي الشخصية تبقى كابتن مارفل ولبس اللبس الفلاني ودي النتيجة النهائية يا جماعة طبعا نتيجة في منتهى الجمال والروعة مفيش موديل تاني بيمتاز بالسرعة دي في التعديل يعني اي تعديل من دول بياخد اقل من دقيقة في فيديو خمس ثواني وبيعمل بنسبة كبيرة اللي انت طلبته بالزبط خلونا نجرب نعمل عليه امثلة تانية يعني ده فيديو مثلا لإسماعيل ياسين عايزين نقوله لون الفيديو تعالوا نشوف هيعمل ايه دي النتيجة النهائية النتيجة مش بطالة هو لون بس عمل لون واحد بس لما غيرت الاختيار اللي تحت البرو واللي هو بياخد 150 كريدت اداني النتيجة اللي انتوا شايفينها نتيجة افضل وده مثلا حاول الستايل كأنهم كرسنا ملاحظة ان هو بيدي نتائج احسن لما تكون الشخصية الوحدها في المشهد يعني مثلا مشهد زي ده الفنان عادل امام انا عايز الروب اللي هو لابسه ده يبقى احمر فكتبت له كده فدي كت النتيجة طبعا التحويل هنا صعب شوية لانه هو مش لابس تشيرت عادي ده لابس روب فقدر انه هو يحوله بمنتهى الاحترافية زي ما احنا شايفين وحفظ على بقية المشهد زي ما هو هنا مثلا في مشهد اسماعيل ياسين قلت له خليهم لابسين فنالات داخلية قط مصرية فدي طبعا النتيجة هايل جدا وهنا خلتهم لابسين بيدر رسمية هو بيبرع اكتر في المشاهد اللي فيها تغيير هدوم عايز برده وريك الفرق ما بين اختيار برو واختيار ديف يعني ده الفيديو الاساسي وده لما قلت له حول لي الراجل لشكل زئب باختيار ديف وهو الاختيار الاعلى جودة ده بقى الاختيار الاعلى جودة طبعا ملاحظين الفرق عامل ازاي الشكل افضل بكتير ممكن كمان تستخدم موديل لوسي ايدت في انك تغير ستايل الشخصية او ستايل المشهد يعني انا هنا مثلا قلت له turn him into anime style old wise man عمل ده بمنتغة الاحترافية عايزة نبهك لحاجة مهمة وانت بتجرب ما تحطش ملف كبير لانه حياخد وقت طويل جدا وفي النهاية اي نتيجة حيديهلك مش هتزيد عن خمس ثواني لان الاصدار ده لسه اصدار تجريبي والموديل ده لسه حيتطور اكتر فافضل استخدام ليه ممكن تستخدمه في انك تعدل على الفيديوهات بتاعتك اللي انت عاملها بفيو سري بتبقى من خمس لثمان ثواني هتشتغل معاك هنا كويس هحاول اسيب لكوا بعض الاوامر اللي اشتغلت معايا كويس في التعليق المثبت عندهم موديل تاني جات جدا لتحويل الصورة الى فيديو يعني من فوق لو دست هنا واخترت image to video واخترت من هنا صورة من عندك على الجهاز زي الصورة دي مثلا كتبت هنا الامر بتاعي super hero raising his swords توزا كاميرا الراجل ده مفروض ان هو بيوشهر سيفو في الكاميرا لو ضغط هنا هتلاقي اختيارات كتير ممكن تقلل في الكريدس بتاعتك زي مثلا الفرق ما بين اختيار ديف وبرو والميزة في الموديل ده اللي بيميزه عن اي موديل تاني من كلام الشركة المنفذة للموديل ان هو اسرع من كل الموديلات دي يعني موديل جوجل فيو فاست عشان يعمل لقطة 8 ثواني بياخد حوالي دقيقة هم بيدعوا ان الموديل بتاعهم بياخد 6 ثواني فدي طبعا نقلة كبيرة جدا فهل الكلام ده صحيح هنعرف دلوقتي هو فعلا يا جماعة خات حوالي 10 ثواني هي الحركة في الصورة كويسة ولكن ملهاش معنا قوي فانا هجرب اغير الاختيار هنا هخليه برو وزود بقى الدقة هخليها 720 دي هتكلفني اكتر حاجة اللي هي 150 كريدت تعالوا نشوف كده اللي ممكن يحصل هنا الدقة احسن والجوضة افضل اخد وقت اطول شوية 20 ثانية بس اقل من اي موديل تاني لتحريك الصور انا شفته قبل كده فعلا الموديل ده نقلة نوعية في عمل فيديو بالذكاء الاصطناعية انا عايز اجرب لو اديته امر محسن هل هيعمل لي حركة افضل دخلت على شات جي بيتي و اديته الصورة وقلت له اديني امر مفصل بالانجليزية لتحريك الصورة مرفقة والفكرة بتاعتي ان الشخصية بتشهر السيفين دول اللي هما متعلقين وراء ظهره امام الكاميرا اخدت الامر كوبي ونجرب تاني بالامر محسن بصوا النتيجة يا جماعة روعت الروعة هو ده اللي كان في دماغي بالزبط واحسن بكتير معادة بس مسكة اليد مش مصبوطة شوية ولكن هو ده اللي انا كنت عايزه بالزبط بيطلع السيفين من وراء ويحطوهم او يشهرهم قدام الكاميرا رائع موديل رائع واللقطة دي ما خدتش اكتر من عشرين ثانية روعت الروعة والحركة فيه سريعة جدا والتفاصيل دقيقة بشكل لا يوصف طب احنا كده خلصنا لا ما خلصناش لسه الانبهارات جاية انا بس عايز اقولكم على معلومة بسيطة لو الكريدتس بتاعتك خلصت ممكن تدوس على علامة اللي فوق هنا دي هيفتح لك الاسبيس بتاعهم على موقع هاجينج فيس هتدوس هنا على لوسي ايدت ديف هتقدر ان انت تستخدم موديل لوسي ايدت لعمل تعدلات على الفيديو عن طريق موقع هاجينج فيس هنا بتديه الفيديو وهنا بتكتب الامر بتاعك وبتضغط على ايدت فيديو هتلاقي حتى تحت نفس الامثال اللي موجود على السايت فيه بقى حاجة اخيرة انا عايز اختم بها الفيديو وهو موديل خاص بنفس الشركة اسمه ميراج تقدر تدخل عليه عن طريق كتبت الموقع ده عندك mirage.dcart.i هيفتح لك الصفحة دي هتضغط على start now هيعد كده كام ثانية وبعدين نضغط على start experience هيديك ثلاث اختيارات اول اختيار منهم ان انت تشغل الكاميرا بتاعتك وتغير الستايل بتاعها زي ما كنا بنعمل في الفيديو بالزبط والاختيار التاني انك انت ممكن تعمل ده في الاسكرين اللي قدامك والاختيار التالي بقى اللي احنا عايزين نجربه مع بعض وان انت ممكن تعمل ده في فيديو تعالوا نجرب كده فده مثلا المشهد بتاع الامام اللي احنا كنا اشتغلنا عليه قبل كده فانت تقدر تغير الستايل بتاع المشهد ده بانك تختار اي ستايل من الستايلات الجانبية زي ما انت شايف الدنيا بتتغير تماما ده حاجة تانية مثلا خلها كأنها حاجة ستايل خيالي وده كأنه ساحر وعاديين في حتة كده فيها سحر وده كأنه ليجو وده ستايل سايبر بانك ومش بس كده انت ممكن تقدر تكتب الستايل اللي انت عايزه هنا يعني انا مثلا هنا هكتب سينيماتيك فحوله لستايل سينمائي كتبت مثلا ساند ستور مع صفة رملية فالمشهد تحول وكأنه بيصور فع صفة رملية وهكذا تقدر تقل في اي ستايل انت عايزه حيتغير على الفيديو ولو انت عامل ده عن طريق الكاميرا بتاعتك هتلاقي شكلك طالع في الكاميرا والستايل بيتغير وانت بتتكلم في الكاميرا لحظيا ومش بس كده انت كمان تقدر بعد ما تخلص تدوس على زرار ستوب ده هيديك نسخة من الفيديو تقدر تعملها دون لود والنسخة دي طويلة جدا بكل الوقت اللي احنا سجلنا فيه ده حاجة في منتهى الجمال والروعة وممكن كمان لو دوست على دون لود تنزل الفيديو الاساسي او الفيديو معدل او نسخة فيها الفيديو معدل زي ده كده والفيديو الاساسي طالع تحت كمثال طبعا زي ما قلتلكو تقدر تعمل ده بصورتك في الكاميرا وبشكل لحظي انا شخصيا انبهرت لو انتو كمان انبهرتوا اكتبولي في التعليقات احنا انبهارنا الموديل ده او مجموعة الموديلات اللي احنا شرحناها النهاردة دي حتكون بداية انطلاقة لموديلات تانية كتير هتظهر في المستقبل سواء لتعديل الفيديو بالزكاء الاصطناعي او موديلات اسرع بكتير وبتحتاج موارد اقل بكتير بكده نكون نتهينا من فيديو النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم الفيديو ولو اعجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والدعم المستمر شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله